لم يحدث في تاريخ الانتخابات الأمريكية أن أجمع نجوم هوليوود ومقدموه البرامج التلفزيونية الأشهر ونخب المفكرين والجامعيين على معارضة مرشح رئاسي مثل ما يحدث هذا العام مع دونالد ترامب هذا الإجماع منقطع النظير لا يعني بالضرورة أنه سيهز صورة ترامب عند مؤيديه بل ربما سيجعل تأييدهم أقوى لكنه يعكس أيضا حالة من القلق والتذمر من الخيارات التي أصبحت تطرح على الناخبين ومن نظام انتخابي أوصل البلاد إلى إنتاج زعماء مثل ترامب كما تقول هذه النخاب سنناقش هذا الموضوع مع ضيفينا من واشنطن كل من الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى غيث العمري ورئيس تجمع مؤيدي ترامب في ولاية ماريلاند جيسي سينغ كما سينضم إلينا من بيروت أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية الدكتور هلال خشان قبل الحوار مباشرة ننتقل إلى سامي ليطلانا مرة أخرى على الإعلان الذي أصدرته مجموعة من المتخصصين والأكاديميين والمبررات التي قدمها هؤلاء لمعارضة المرشح الجمهوري سامي نعم مهند مجموعة واسعة من المختصين الأكاديميين يعلنون معارضتهم لترامب بمبررات تناشد الناخبين عدم التصويت له لأنه برأيهم هنا كما نشاهد يزعزع الثقة في المؤسسة العامة الاقتصادية الحيوية التي تجمع وتنشر المعلومات حول الاقتصاد كما اكتب إحصاءات العمل عن طريق نشر المعلومات المضللة حول نزاهة عملها هناك أيضا نقطة أخرى يقولون بأنه يظل للناخبين من خلال تأكيد على أن إعادة التفاوض على اتفاق نفطة أو فرض رسوم جمركية على الصين من شأنه أن يزيد بشكل ملموس فرص العمل في قطاع الصناعة وأيضا يدعي العمل لصالح عمال الصناعة السابقين لكنه لا يملك خطة لمساعدتهم في الحصول على عمل بأجر جيد في قطاع الخدمات أيضا يقولون بأنه ظلل الجمهور عبر التأكيد على تراجع الصناعة الأمريكية والواقع أن موقع الصناعات وتركيبتها تغير وأن مستوى الانتاج تضاعف منذ ثمانينات القرن الماضي يقول ترامب أن حصيلة التجارة صفر وهو أمر غير صحيح كما اعتبر أن قوة المفاوضين هو الدافع الأساسي للعجز التجاري ظلل الرأي العام عبر بيانات كاذبة تقول أن اتفاقية التجارة تؤدي إلى تآكل الدخل القومي بالرغم من أن المكاسب لم توزع بعدل يقولون أيضا في هذا البيان قلص ترامب جدية الحوار الوطني عبر اقتراحه إلغاء وكالة حماية البيئة أو وزارة التربية والتعليم لتقليص العجز المالي كما يتهمونه بأنه ادعى أنه سيقضي على العجز المالي لكنه اقترح ضريبة تقلص الإرادات الضريبية بنسبة تصل إلى نحو 6 تريليون دولار خلال عشر سنوات يقول أنه سيقضي على العجز التجاري لكن مقترحاته بتخفيض المدخرات العامة ستزيد هذا العجز تركيزه على دور الهجرة في الاقتصاد والحقيقة أنها لا تلعب سوى دور بسيط فيها مقارنة بعوامل أخرى كالتشغيل الآلي التأكيد أن الولايات المتحدة من بين الدول التي تفرض أعلى مستويات من الضرائب والحقيقة أن الولايات المتحدة لديها واحد من أدنى نسب عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في منظمة التعاون والتنمية وتكشف تصريحاته عن جهله العميق في الاقتصاد وعجزه عن الاستماع إلى خبراء يتمتعون بمصداقية يكرر إحصاءات اقتصادية وهمية ومضللة ويقدم معلومات مغلوطة حول الضريبة على القيمة المضافة والقدرة التنافسية التجارية أيضا يدعم الأفكار السحرية ونظريات المؤامرة بدلا من التقييم الرصين لخيارات السياسة الاقتصادية ذات الجدوى وأيضا يشكك في المؤسسة العامة عبر نظرية المؤامرة ويفضل الوهم المتعمد بدلا من التعامل مع الواقع في حال انتخابه يقولون هؤلاء المعارضون سيشكل خطرا فريدا من نوعه على عمل المؤسسة الديمقراطية والاقتصادية وعلى ازدهار البلاد لهذه الأسباب يقولون أننا ننصح وبشدة بعدم التصويت لصالح دونالد ترامب هذا كل ما جاء في هذه الوثيقة التي نشرتها بيان قوي واضح سامي يصدر عن هذه المجموعة من المتخصصين الأكاديميين شكرا جزيلا لك سنناقش بعض هذه القضايا مع ضيوفنا أبدأ مع ضيفنا من واشنطن الدكتور غيث العمري مساء الخير دكتور غيث مرحبا بك معنا نرى بشكل عام بغض النظر عن هذه النقاط التي استعرضها سامي قبل قليل النخب الأمريكية الكثير من المثقفين الكثير من الفنانين أوساط هوليوود وكل هذه النخب تبتعد عن المرشح الجمهوري دونالد ترامب وما يمثله من مبادئ ومن قيم لماذا برأيك؟ في الواقع هذا أمر مفهوم لأن حملة ترامب بشكل أساسي قامت على رفض النخب حملة ترامب قامت على المخاطبة الناخب العادي والقول له بأن هذه النخب التي وثقت بها خلال العقود السابقة قد أفشلتك الخبراء الذين يتم الإشارة إليهم بمثل هذا البيان وغير من البيانات في الواقع هناك رؤية لدى الكثير من الناخبين أن هؤلاء الخبراء لم ينجحوا في السابق حتى في الطريقة التي يتعاملها فيها معه كلينتون رأينا في المناظرات أنه يشير إلى تجربة كلينتون ثلاثين سنة من الفشل فهو إذن يتكلم ليس من النخب ولكن إلى جمهور يشعر بالقلق ويشعر أن هذه النخب في السابق قد أفشلت وبالتالي هذا هو ربما سر نجاح ترامب لدى فئة عريضة من المجتمع ومن شيء أخرى فإن بعض القيم التي يمثلها ترامب قيم تعارض ما تمثله هذه النخب فهناك نوع من الشعور بالتهديد والشعور أيضا بأن ترامب يمثل ما ترفضه هذه النخب سيد سينغ مرحبا بك معنا في هذا الحوار أشار الدكتور غيث بشكل واضح لأنه ليش النخب هذه ترفض سيد ترامب وترشيحه ولكن في المقابل الجمهور القطاع الواسع من الجمهور الذي يتوجه إليه ترامب كما يقول البعض هو جمهور مضلل بكل هذه الأرقام وهذه الحقائق التي يقدمها ترامب على أنها معطيات مسلم بها والجمهور بسبب ربما تدني مستوى الواعي لديه بسبب خلفياته العلمية وكل هذه الأمور يصدق ما يقوله السيد ترامب ويأخذه على محمل الجد هل بالفعل السيد ترامب يضلل الناخبين الأمريكيين إلى حد كبير؟ قبل كل شيء شكرا لكم لإصلافتي هنا على سكاي نيوز والسلام عليكم لكل المشاهدين أنا لا أتفق مع الدكتور غيث ومع تحليله الذي قاله الأمر لا يتعلق بأن سيد ترامب يخاف من النخبة النخبة هي التي تخافه وطبعا حزبه وحتى مؤسسته تخافه لأنه يأتي بتفكير جديد أمريكا بحاجة مستة إليه وهو لا يزور الحقائق إنه يعرض الحقائق وبأن الشعب الأمريكي بأن أولئك الموظفين وبأن سائق التاكسي وإن التجار كلهم يريدون تلك الحقائق ولكن أولئك السياسيين طبعا والذينهم في المؤسسة لا يتحدثون عن هذه الحقائق وطبعا إنه أول مرشح يتحدث عن جعل أمريكا عظمى مرة أخرى ويريد أن يحارب هذا الفساد ولذلك فإن هذه النخبة تخافه وتخشاه وإذا نظرت إلى كل تلك الجماعات النخبة أو ما يسمى بالمثقفين فإنهم يتوقعون كل أربع سنوات شيئا ولكن ماذا حدث خلال أسنوات الماضية الناتج المحلي الأجمالي هو الأدنى في العالم والاقتصاد يعاني كثيرا واقتصادنا الآن يعتمد فقط على الخدمات وكل الصناعات انتقلت ورحلت إلى ميكسيكو وإلى كندا ونحن إذن هل ينبغي أن نكون راضين عن هذا السيد ترامب هو الذي قال أول مرشح قال ذلك بشكل مفتوح طيب سأنتقل إلى بيروت مع الدكتور هلال خشان مساء الخير دكتور خشان مرحبا بك معنا في هذا الحوار ما رأيك هل النخب هي التي تخاف السيد ترامب الحزب الجمهوري على ما يبدو هناك الكثير من النخب الحاكمة داخل الحزب الجمهوري المؤسسة الحاكمة التقليدية في الحزب يعني نفرت من السيد ترامب ما الذي يجعل هذه النخب تخافه برأيك كما يقول السيد سينجي طبعا تخاف منه لكن لا تخاف من قدراته تخاف مما قد يفعله في الولايات المتحدة في حال ربح وأصبح رئيس الجمهورية الأمريكية القادم هناك الكثيرين من البارزين في الحزب الجمهوري الأمريكي الذين يعلنون بصراحة أنهم لا يؤيدونه وأنا أعرف أشخاص بارزين في الحزب الجمهوري تركوا الحزب بسبب ترشيح ترامب لرئاسة الجمهورية ما يحمله ترامب يخالف نهائيا التوجهات الفكرية والتوجهات الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا مجتمع متعدد منفتح يتطور باستمرار وتغير ويستوعب ثقافات متعددة هذه هي أمريكا التي كلنا نعرفها ترامب يهدد هذا الكيان الأمريكي الذي تطور على مدى أكثر من 200 سنة وهو يريد أن يدافع عن ما يوصفون بالأنجلوسكسون الذين بدأت أعدادهم تتقلص وهم على حفظ أن يصبحوا أقلية في الولايات المتحدة النخبة لا تخاف من قدرات ترامب النخبة تخاف من جهل ترامب ولكن الأرقام لا تشير إلى ذلك دكتور خشان الأرقام استطلاعات الرأي الأخيرة نيويورك تايمز والسي بي أس نيوز آخر استطلاع للرأي 45% لكلينتون مقابل 42% لترامب يعني الفارق هو تقريبا يعادل هامش الخطأ في هذا الاستطلاع وبالتالي هذا يعني بشكل من الأشكال أن هناك قطاعا كبيرا يختلف معك فيما طرحته بأن ما يحمل ترامب من أفكار ومن توجهات ومن قيم يختلف مع ما هو موجود وما يقبل به الشعب الأمريكي طبعا هناك شريحة واسعة في أمريكا توافقه الرأي أمريكا بلد متعدد وهناك أراء واتجاهات كثيرة مختلفة لكن الانتخابات الأمريكية دائما تكون انتخابات متقاربة وهذا هو لب الديمقراطية أن تكون الانتخابات شديدة المنافسة منذ أسبوعين كانت احتمالات ترامب بالنجاح في الانتخابات لا تتعدى 15% الآن البارحة أصبحت 30% أمامنا الآن أربعة أيام كاملة قبل الانتخابات من المستحيل أن ترتفع حزوزه إلى 50% في خلال أربعة أيام إحصائيا هذا مستحيل كلما اقتربت موعد الانتخابات كلما أدرك الأمريكيون وكلما ازدادت نسب الأمريكيين الذين يريدون المشاركة في الانتخابات لذلك لا أعتقد وجود 45% أو 22% من الأمريكيين يؤيدونه هذا هو من طبائع الأحوال في الولايات المتحدة ولا يعني بالضرورة أن الغلبة ستكون له في الانتخابات القادمة لا بالتأكيد طبعا كما نعلم النظام الانتخابي الأمريكي نظام معقد وما يحصل عليه شعبيا في استطلاعات الرأي لا ينعكس بالضرورة في نتائج الانتخابات دكتور غيث البعض يقول النظام الذي أوصل أشخاص مثل ترامب ليكون مرشح الحزب الجمهوري وهو لا يمطلل هذا الحزب لا من قريب ولا من بعيد يشير على أنه هناك خللا ما في النظام السياسي الأمريكي يجب إعادة النظر فيه ما رأيك في ذلك؟ لا في الواقع يعني هذا وصول ترامب وكما تفضلت ولا يمثل تقليديا ما يمثله الحزب الجمهوري يشير إلى بعض الإشكاليات الداخلية في الحزب الجمهوري سواء بين بروز ما يسمى بالتي بارتي سواء بإلغاء ما يسمى بالسوبر ديليغات في النظام الانتخابي في الانتخابات الأولية في الحزب الديمقراطي مثلا الناخب في الانتخابات الأولية يعني له حصة معينة ولكن قيادات الحزب لها حصة معينة في تقليل من هو الرئيس في الحزب الجمهوري تم إلغاء هذا الكلام فهذه أمور تكتكية وأمور إشكالية السؤال الأساسي الآن أنه سواء أنفاز ترامب أو كلينتون هل المؤسسات الديمقراطية ومؤسسات الحكم في أمريكا تستطيع أن تحافظ على استمراريتها بغض النظر على شخصية الرئيس هذا ما أراه الآن لا يشير إلى خلل في الديمقراطية الأمريكية خلل عميق ولكنه يشير إلى إشكاليات تكتكية في الحزب الجمهوري يجب عليها أن يتعامل معها في الدورات الانتخابية القادمة سيد سينغ ما رأيك هل بالفعل أنه سيد ترامب في نهاية المطاف ركب موجة الحزب الجمهوري هو لا يؤمن بأي شيء مما يطرح الحزب الجمهوري على الأقل بشكل تقليدي وإنما استغل هذا الحزب لك أن يصل إلى ما وصل إليه اليوم في سباق الرئاسة الأمريكية هل كان انتهازيا بهذا المعنى لا أعتقد ذلك سيد ترامب لديه شعبية كبيرة حتى إنه قد خلق تحركا يسمى الأغلبية الجنوبية مثلا هو المرشح الوحيد الذي طبعا يواجه المؤسسة الأحزاب لا تدعمه ولكنه لا يزال كما قلت يجاري كلينتون في استطلاعات الرأي وطبعا هو يواجه الرئيس ويواجه كل الأشخاص الذين يدعمون كلينتون وهم قاموا بكل ما في وسرهم والإعلام وحتى الإعلام وقف ضده ولكنه لم يقدر عليه أنا أقول لك بأن هناك أغلبية صامتة في البلد قد سائمت من سنوات الثماني لأوباما ويريدون تغيير هذا البلد وطبعا أقول إليك الذين يسمون المفكرين الذين يجلسون في المكاتب ذات خمس نجوم ولقد طبعا أنا حضرت العديد من الجلسات والتجمعات التي حضرها هيلاري كلينتون كان هناك العشرات من الآلاف سواء كان هناك مطر أو ثلج كلهم هناك في الخارج يدعمونه وهذا يظهر بأن أمريكا تريده وسترون هذه النتائج في الثامن من نوفمبر وبأنه سيفوز بالأغلبية هذا الإعلام سيانان وم بي سي وغيرها طبعا قد قللت من حضوظه وكانوا يتحدثون عن هيلاري كلينتون بأنها قد جمعت فريقها وأنها تحضر نفسها وأن سيد ترامب قد خسر واليوم خمسة أيام قبل الانتخابات سيد ترامب الآن يقود في الولايات المهمة وهو يجاري كلينتون وهذا يظهر بأن هناك حركة كبيرة في أمريكا تريد التغيير ولكن سؤالي كان سيد ترامب لا يمثل الحزب الجمهوري لماذا لم يخد هذا السباق كمرشح مستقل؟ برأيك لو كان خاض هذا السباق كمرشح مستقل هل كان له أي فرصة على الإطلاق ليصل إلى ما وصل إليه اليوم؟ بطبع نعم الحزب الجمهوري وحتى سيد بور راين رئيس الحزب طبعا لم يدعمه لأنه لدي تيكا الجاذبية وتيكا الكاريزما الناس كلهم يستمعون إلى سياساته وما يريد أن يقوله بشأن أمريكا وهو يمثل المبادئ الجمهورية لقد اعتنق كل القيم الجمهورية قيم الحزب الجمهوري ولكن ما يتخافه تلك النخبة وحينما يقول بأنه سيكون هناك محكمة فوق الكونغرس وبأن الكونغرس التي تكون لديه تلك السلطات هذا يخيف الديمقراطيين والجمهوريين حينما يقول بأنه سيضمن بأن أولئك السيناتورات ولن يمكن أن يكون عليهم العمل مثلا في المؤسسات التي تعمل اللوبي هناك هذا كله يخيف الجمهوريين والديمقراطيين حينما يقول بأنه يضمن بأن ليس هناك أي حكومة أجنبية ستنفق مثلا لإرضاء ولعب دور اللوبي في الكونغرس هذا كله يوقف الفساد في النظام وهذا كله يخيف المؤسسة ولهذا فإن الناس ضده هذا لا يعني بأنه جاهل وأنه لا يعرف سياسته هي التي تخيف النخبة ولدعاء بأن داعم ترامب بأنهم جهل وغير متعلمين هذا كله خطأ داعم ترامب أذكياء للغاية يمكن أن ينظروا في الإعلام ويعرفون ماذا يحدث وطبعا سيكونون هناك لإعطائه الأغلبية في 8 من نوفمبر لا شك أن الكثير من داعمي ترامب هم من الشخصيات النافذة ومن المتعلمين والمثقفين ولكن بالمقابل عندما ننظر إلى الإحصاءات واستطلاعات الرأي نرى أنه له شعبية كبيرة بين قليل التعليم بين الأشخاص الذين لم يحصلوا على شهادات جامعية السيد ترامب يحصل على 70% من أصوات هؤلاء هذا فقط للإشارة إلى مسألة المتعلمين من غير المتعلمين طيب دكتور غيث مسألة ما يقوله السيد سينج وما سمعناه من السيد ترامب نفسه على طيلة هذه الفترة الانتخابية يتوحي بأنه إذا وصل السيد ترامب إلى البيت الأبيض فهو بصدد ثورة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى على المؤسسات القائمة اليوم هما لا يعجبوا شيء مما هو موجود حاليا من مؤسسات الحكم هل نتوقع بالفعل أي شيء يمكن للسيد ترامب أن يقوم به في هذا الاتجاه؟ في الواقع قدرته على تنفيذ الكثير من الوعود التي قد تكون خيالية ستكون قدرة محدودة الولايات المتحدة هي دولة تحكمها قوانين هناك دستور لا يمكن تغيير هذا الدستور هناك قضاء هناك مؤسسة عسكرية لن تقبل بتعليمات وبأوامر تخالف القانون والدستور سيتعلم يعني كل من يصل إلى البيت الأبيض سيتعلم بشكل سريع أن هناك محدوديات لم يمكنه الرئيس وجزء في الواقع من خوف أو من امتعاب النخب هو بعض الاقتراحات التي قدمها ترامب التي تبدو في ظاهرها على الأقل أنها مقترحات تخالف الدستور تخالف القوانين وبالتالي هناك نوع من الخوف ولكن بجيء طبيعيات الأمر المؤسسات في الولايات المتحدة هي المؤسسات مثلا في المتعلق في المهاجرين عندما قال سنقوم بقصف داعش وعائلاتهم فيما يتعلق بإعادة التعذيب كوسيلة للإنتهاء عديد من الأمور وهناك وضوح أن هناك قوانين وهناك تلزم المؤسسات تفوق هذه القوانين ولكن باستطاعت القيام بعض هذه الأمور دكتور غيث يعني الرئيس جورج دابليو بوش الذي هو طبعا يعارض سيد ترامب جورج دابليو بوش أعاد التعذيب إلى المعتقلات فتح معتقل جوانتانمو وتعلم ما جرى في جوانتانمو ونعلم ما جرى في معتقل أبو غريب هذه مفاهيم ليست غريبة على المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة اليوم في الواقع بعض الأمثل التي ذكرت أبو غريب كان عبارة عن انتهاك وجرى فيما يتعلق في مخاضات المسؤولين عنه فيما يتعلق بالتعذيب الذي تم في هذه الفترة فيما يسمى بالإنهانست انتوريغيشن تكنيكس كان عليها خلاف قانوني كبير وتم إلغاءها وحتى تلك فكانت ضمن فئات محدودة جدا وبعض دراسة قانونية معمقة جدا فكل ما أريد أن أقوله الآن أن أي إجراء في ظاهره يخالف القانون سيكون من المستحيل أو ربما يحتاج إلى جهود قانونية كبيرة لتبريره فلن يكون من السهولة لدى الرئيس ترامب أن يقوم بكثير من الأفكار التي يتقدم بها والتي قد ترضي جمهوره الآن في حملة انتخابية ولكنها لن تكون ممكنة خلال فترة رئاسة دكتور هلال ما رأيك هل بالفعل ما يطرح السيد ترامب يشكل شعارات كبيرة ومبهرة ربما شفهيا ولفظيا ولكن إذا وصل إلى البيت الأبيض لن يكون أمام الكثير من المرونة في تطبيق وتنفيذ هذه الشعارات وسيصطدم بحائط المؤسسات الموجودة في البلاد ما رأيك بذلك نعم يجب أن نميز بين الخطاب السياسي أثناء الحملات الانتخابية والواقعية السياسية بعدها في حال ربح ترامب الانتخابات وأصبح رئيسا وهذا غير مرجح سنجده يقول أول ما يقول أنه رئيس لكل الأمريكيين وإذا أراد أن يكون رئيسا لكل الأمريكيين إذن فعليه حينها أن يعدل من خطابه السياسي في فرق كبير بين الحملات وبين الواقعية بعد الانتخابات لذلك لا أعتقد في احتمال في حال نجح ترامب بأنه سيحدث هذا الفارق الكبير في السياسة الأمريكية وفي الأمور وفي السياسات الداخلية لأن هذا سيثير موجة غضب كبيرة وسيؤدي إلى شرخ كبير في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا آخر ما يمكن أن يريده أي رئيس جمهورية في أمريكا سيد سينغ ما رأيك يعني ما يطرح السيد ترامب شيء وما يمكن تنفيذه إذا فاز في هذه الانتخابات شيء آخر سيصطدم بأمر واقع ويضطر معه إلى ربما التخلي عن الكثير من هذه الشعارات الرنانة السيد ترامب لم يقل أبدا بأنه سيغير كل شيء بطريقة ديكتاتورية قال بأنه طبقا للقانون أنا سأتبع القانون قانون البلاد إنه تاجر رابح ولقد أنشأ إمبراطورية ثرية للغاية وأيضا أنشأ شركة عملاقة كما قلت هو يعرف كيف يعقد الصفقات والمفاوضات نعم بطبع هو طبعا سيطبق ما قاله ولكن من خلال المفاوضات وطبعا بإقناع الناس لقد ذكر في خطاباته خلال الأسبوع الماضي بأنه يريد أن يوحد أمريكا يريد أن يعمل مع الجميع ولكن للأسف الإعلام لا يظهر كل هذا إذن نعم كما قلت سيوحد البلد في ثمين من نوفمبر وهو سيطبق معظم ما قاله وطبعا مثلا برنامج الرعاية الصحية أوباما كير هذا كله ذبح أعناق الأمريكيين وهو طبعا سيد أوباما طبعا وقع على ذلك بسلطة تنفيذية وطبعا بطريقة غير ديمقراطية إذن هناك الأشياء الكثيرة من الأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس أوباما والتي لم يقوم بها أي رئيس في السابق هذا شيء جديد بدأه بتوقيع على هذه الأمور التنفيذية أنا طبعا واثق بأن ترامب لن يقوم بهذه الطريقة ولكنه سيعمل مع الجميع وسيعمل مباشرة مع الشعب الأمريكي وبعض مقترحاته الشعب الأمريكي يريدها ولهذا فإن المؤسسة خائفة لأنه يتحدث مباشرة إلى الشعب الأمريكي ويقول الأشياء التي يريدها الشعب الأمريكي ولهذا فإن شعبيته كبيرة شكرا جزيلا لك سيد جيسي سينغ رئيس تجمع مؤيدي ترامب في ولاية ميرلاند الأمريكية شكرا لضيفنا من واشنطن الدكتور غيث العمري الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى وشكرا لضيفنا من بيروت الدكتور هلال خشان أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية شكرا لكم جميعا